تحرك وصف بالسريع من المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون في مسعى لتجسير الهوة بين أطراف الصراع السوري الذي استعصى على الحل طيلة سنوات بيدرسون الذي يتعامل مع إرث من الفشل السياسي تركه له السلفهود ستيفان ديمستورا الذي أسهم كما يرى البعض إلى حد بعيد بتحويل سوريا إلى ساحة صراع مفتوح على كل الاحتمال باستثناء التوصل إلى حل سياسي من المقرر أن يتباحث مع مسؤولين روس في العاصمة موسكو في إطار جهود التسوية السورية التي لم يتحقق منها شيء بسبب تعنت النظام ورفضه المساعدة في تهيئة ظروف تدفع هذه التسوية إلى الأمام ومن الواضح أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون أولوية بالنسبة لبيدرسون إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس مؤخرا أن أطلق عمل اللجنة الدستورية سيتصدر مناقشات المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا خلال زيارته موسكو مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية ويبدو أن المبعوث الأممي يبحث عن ضغط روسي على النظام السوري من أجل تسهيل مهمة تشكيل اللجنة الدستورية باعتبارها مفتاح الحل السياسي إذ من المقرر أن يعود بيدرسون إلى دمشق بعد زيارته موسكو بيدرسون التقى هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض الجمعة الماضية عقب زيارة له إلى دمشق التقى خلالها وزير خارجية النظام وليد المعلم وعلنت الهيئة أنها استعرضت مع بيدرسون النقاط التي يمكن أن تساعد على الوصول للحل السياسي في سوريا وأهمها استعداد الهيئة لمتابعة التفاعل الإيجابي مع المبعوث الدولي الجديد مراقبون يرون أن تركة بيدرسون الثقيلة التي ورثها عن سلافه ستيفان ديمستورا لن تقف عائقا أمام تحقيق قفزة نوعية في حل الأزمة السورية ووصف ديمستورا بأنه كان حالة استثنائية من الخداع والتلاعب بالأوراق أرجعت الأزمة السورية خطوات للوراء